موسيقى هذا البرنامج برعاية QNB مرحبا بكم جديد أعزائي المشاهدين حلقة جديدة من عيننا على قطر قطر في إطار ترجمة سياستها الجديدة المتعلقة بعدة الهيكل الإدارية والمالية ورفع كفاءة التشغيل والإنفاق تقوم بإطار عملية الدمج بين عدد من الوزارات والمؤسسات في إطار تشكيل وزاري جديد أيضا في المقابل وفي إطار تداعيات تراجع أسعار النفط الخفاض فائض الميزان التجاري السلعي على أساس سنوي تقريبا 56% في ديسمبر ومقابل في ديسمبر العام 2014 نتحدث فقط عن 9.3 مليار ريال قطري لكن رغم تداعيات أسعار النفط نرى أن صندوق الثروة السيادي في دولة قطر يستمر في استثماراته خارجيا حديث عن شاركة جديدة مع كابتال لاندي سانجافوريا باستثمار في قطاع المساكن بـ 600 مليون دولار أمريكي أيضا حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة يناهز للـ 45 مليار دولار أمريكي بالنهاية العام 2015 أيضا مفاوضات مستمرة مع برشلونة لتمديد عقد الرعاية مع هذا الفريق الشهير كذلك أيضا توقيع عقد ما بين مطار حمد الدولي وباني منخ في عقد الرعاية أيضا يمتد فترة ليست بيئة القصيرة ولكن قطاع السيارات يشهد حالة من الركود وتراجع في نسبة المبيعات هذه كانت أهم عنوين حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع أهلا ومرحبا بكم انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر بنسبة 56% وبمقدار قدره 11 مليار و700 مليون ريال خلال ديسمبر 2015 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2014 ليستقر الفائض عند 9 مليار و300 مليون ريال قطرية وبلغت قيمة الصادرات القطرية 20 مليار و300 مليون ريال في ديسمبر بانخفاض نسبته 37% على أساس سنوية بينما سجلت قيمة الواردات انخفاضا بنسبة 1% لتصل إلى نحو 11 مليار ريال على أساس سنوية وستة في المئة مقارنة بنوفمبر من العام 2015 دخلت شركة كابيتال لاند السنغافورية في مشروع مشترك مع جهاز قطر للاستثمار لإنشاء صندوق للمساكن الجاهزة بقيمة 600 مليون دولار بالمنصفة وذلك ضمن ستة صنادق جديدة تنوي الشركة السنغافورية تدشينها بإجمال أصول تصل إلى 7 مليارات و400 مليون دولار أمريكية بحلول العام 2020 بلغ حجم الصادرة القطرية إلى الدول العربية 17 مليار و300 مليون ريال قطري في العام 2014 من بينها أكثر من 16 مليار ريال قيمة صادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجية بزيادة قدرها 65% عن العام 2013 دخلت الخطوط الجوية القطرية ونادي برشلونة في جولة جديدة من المفاوضات بخصوص تجديد عقد رعاية الخطوط القطرية للنادي الإسبانية الممتد لغاية يونيو حزيران من العام الجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة حوالي 5 مليارات جنيه استرليني في العام 2015 كما ارتفع حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا إلى حوالي 45 مليار دولار وتتوزع في قطاعات الأعمال والفنادق والضيفة والعقارات مجموعة كيومبي المالية تقص شريط الجمعيات العامية للعام المالي 2015 كما كان متوقعا المصادق على البيانات المالية للمركز المالي حساب الأرباح والخسائر وكذلك أيضا تقرير مجلس الإدارة تمت الموافقة على ما أصبه مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% بوقع 3.5 ريال وكذلك أسهم مجاني بنسبة 20% في جمعية غير عادية أيضا تمت الموافقة على رفع رأس المال إلى 8 مليارات وأربعمائة مليون ريال قطر إضافة إلى الموافقة على موافقة مجلس الإدارة أيضا طبعا على طرح أدوات مالية رأس مالية خو المجلس الإدارة بتاريخ إصدارها وموعده وكذلك أيضا تاريخ الإدارة الأرقام التي ذكرناها اليوم بروح أكبر دليل على أن البنك يسعى لتنويع مصادر الدخل نحن اليوم قاعد نتكلم أكثر من 3 مليار وأربعمائة مليون جاي من خارج قطر لو إحنا ما توسعنا في خلال هالعشر سنوات السابقة لأنه مفروض أرباحك تكون 7-80 مليار بالعكس أنا أتوقع لما كان هذا التوسع موجود بالخارج قد تكون حتى أرباحنا في قطر حتى أقل لأنه جزء كبير من عملنا في قطر أيضا مرتبط بتواجدنا الخارجي وأيضا هذا اللي إحنا صراحا قاعد نخطط فيه لعام 2016 اللي هو استحواذنا على فايننس بنك فايننس بنك تعتبر أحد الدول المهمة لنا كأيضا من ناحية التوسع الجغرافي يعني اليوم تركيا فيها 80 مليون شخص أعتقد حجم التبادل التجاري بين قطر وبين تركيا تعتبر معدلات جيدة إحنا أيضا التركيا عندها تعاملات كثيرة مع الدول اللي إحنا نعمل فيها وبالتالي أعتقد هذا راح يكون حافز لبن قطر وأيضا إحنا اليوم صراحا حطينا رقم في كلمتي ممكن العادة إحنا ما نذكر إحنا نتوقع لسنة الجاية 40 بالمئة من أرباحنا تكون من خارج قطر وهذا أعتقد رقم مش بسيط خاصة لما إحنا نتكلم اليوم على 11 مليار يعني لما واحد يتكلم معي يقولي والله نسبة النمو 8 بالمئة 8 بالمئة بالبن قطر وطني ترى قريب المليارة مش مش خمسة مليون ولا عشرة مليون وبالتالي أعتقد اليوم اللي حقيق البنك أعتقد بكل المعايير يعتبر الأفضل السنة القادمة إحنا نتكلم عدد موظفين بن قطر المجموعة مع تركيا تتكلم على 27 أو 28 ألف موظف هذا الرقم كان من 15 سنة 700 موظف أقل أنا أتذكر يعني في 2050 كنا نتكلم على 750 موظف فلما نشوف النقلة خلال 10 سنوات من 750 إلى 27 أو 28 ألف موظف أعتقد هذا بروحة يعتبر إنجاز حق صراحة الإدارة اللي قائمنا عليها أنهى مؤشر بورس القطر تداولاته في شهر ناير بتراجعات تقريباً بتسعة في المائة ولكن الأسبوع الأخير عدل من الموقف خاصة كان هناك تراجعات تقريباً بتسعة عشر في المائة تقريباً خسارة بمائة مليار تم تقليص هذا الرقم إلى 49 مليار من القيمة السوقية للسوق فقط قطاع التأمين الذي سجل الارتفاعات خلال هذا الشهر تفاصيل تداولات شهر ناير في إطار السياق التالي الأداف في البورسة القطرية لشهر يناير اتسم بالتحرك مع منتصف الشهر إلى الارتفاعات في ضوء بعض من المتغيرات نعم كبقية الأسواق الخليجية كان التأثر واضح من بداية الشهر وحتى الثامن عشر من يناير التحرك كان ناحية التراجع بقوة بعد تراجع أسعار النفط واستمرارها لتصل إلى مستويات كانت الأدنى لها طبعاً على سلة أوبيك وصل سعر البرميل إلى 25 دولار نهيكم عن مستويته العالمي على 27 دولار للقياس لكن بعد ذلك إلى جانب ذلك كان لدينا أمر يتعلق برفع العقوبات عن إيران وعودت إيران إلى الساحة من جديد كل ذلك كان قد أثار بعض من الريبة بشأن موقف الدول الخليجية تحديدية فيما يتعلق بما كانت في الأسواق العالمية عادت من بعد ذلك لدينا السوق للسجل الارتفاعات مع تحسن في صورة ارتفاع أسعار النفط وأدنى مستوى سجل المؤشر خلال شهر يناير كان الأقرب له منذ إبريل من عام 2013 ماذا عن القيمة السوقية لسوق قطر البورصة القطرية بالمجمل لدينا تراجعت بـ 8% لتصل إلى 507 مليارات و100 مليون ريال قطري أما عن قيمة الأسهم المتداولة وأحجام الأسهم التي تداولها في شهر يناير قيمة الأسهم المتداولة تراجعت 14% لتصل إلى 5 مليارات ريال قطري أما الأحجام فقد ارتفعت لدينا بفارق 4% لتصل إلى 150 مليون ساهم تقريبا خلال شهر يناير القطاعات التي كانت قد امتازت بالارتفاعات فقط قطاع واحد كانت تأمي بـ 16 نقطة المئوية والأكثر في التراجعات الاستهلاكية الأسهم الاستهلاكية تراجعت بـ 13% العقارات 11% الصناعة 11% البنوك والنقل 9% والاتصالات خسرت عشرية النقطة المئوية كيف توزعت سيولة السوق خلال يناير على القطاعات حضيت البنوك كالعادة بنصيب الأكبر 40% الصناعة 26% العقارات 14% أسهم قطاع الاستهلاك 8% لاتصالات 6% والنقل 4% والتأمين فقط 2% والأكثر تراجعا خلال تدورة شهر يناير كان على رأسي دلالة الذي خسر 30.5% الإسلامية القابضة 29% الرعاية 26% المستثمر 25% والطبية 24% والأكثر ارتفاعا لدينا في السوق القطري أريده ارتفع 15 نقطة المئوية البنك الأهلي 4.2% العامة للتأمين 1.7% الدول الإسلامي 1.5% قطل التأمين بـ 21 نقطة المئوية صافي التداولات القطريون كانوا قد اشتروا بحدود 297 مليون وتسعمائة ألف خلال طبعا ألف ريال وتخارج الأجانب بحصة 170 مليون ونصف مليون ريال أما الخليجيون فتخارجوا بـ 126 مليون و400 ألف ريال قطري كانت هذه تداولات البرصة القطرية خلال شهر إياناير بفعل تراجع أسعار الطاقة التي تمثل عمود الفقري في الاقتصاد القطري والممول الأساسي للموازنة وما تبعهم التأثيرات مباشرة على مجمع الاقتصاد القطري الحكومة القطرية اتخذت إجراءات وتعديلات في السياسات المالية والاقتصادية من خلال تخفيض العجز في الموازنة وبالتالي كان هناك إجراءات عملية مكلال دمج وزارات مؤسسات تهيئات تقليل من الانفاق الرئيسمالي وكذلك أيضا التخفيض من الانفاق الجاري أو التشغيلي ورفع كفاءة التشغيل طبعا هذه المواضيع كان لها صداها في المجتمع القطري وتأثيراتها وقد كان هناك بعض مبالغات حقيقة فيما يتعلق بهذه الإجراءات هذا ما سوف أناقشه مع ضيفي المحلوخة الاقتصادي السيد حسين ورحبك عبر سي ام بي سي عربية قراءتك للإجراءات التي انتخذتها الحكومة القطرية فيما يتعلق بمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط تقديرك لها مرحبا معمر أبدأ حديثي معاك بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وعلى سنتقرأ شيء مخير لكم كلمة قد ذكرها أمير البلاد المفدى في كلمته أمام مجلس الشورى في خطابه الأخير تداعيات أسعار النفط وانخفاضها لهذه المستويات أدت إلى بعض السلبية في إرادات الدولة وانتهاج الحكومة القطرية لسياسات ترشيدية وتقشفية للحد من الهدر والعجز الحاصل في الموازن العام نرى بأن هذا جيد جدا على المدى المتوسط والمدى الطويل للاقصاد القطري لأن الماكرو اكونوميكس للاقصاد القطري جيدة جدا ويظل القطاع النفطي هو الدعم الرئيسي والركيز الرئيسية للاقصاد القطري ولكن كنا نشهد بعض الإصراف وبعض التداعيات القادمة من عدم التوظيف الفعال لموارد الدولة في المشروعات الحالية وهذا ما ستنتجه الدولة لفترة قادمة من توظيف مشروعات جديدة فتح أفاق اقتصادية جديدة تدعم القطاع الخاص تحفيز المستثمرين الأفراد والمؤسسيين بضخ مدخراتهم في السوق عن طريق فتح استثمارات جديدة وأفاق جديدة في السوق القطري ونرى أن السوق القطري واعد لمكانته الإقليمية وجودة الاقتصاد القطري مكان من الاقتصاد جيدة جدا فهذا كله ينصب إلى مصلحة العامة وما سنشهده إن شاء الله من إصلاحات ونتائج ستظهر على الموازنات القادمة بوادرا لما انتهجته الحكومة القطرية من هذه الفعالية نعم جميل سيد لكن نحن نعلم بأن اقتصاد القطري يقوم بالأساس على الانفاق الحكومي والانفاق الحكومي الخليجي بشكل عام هو مرتفع الآن الحكومة القطرية تعيز سياساتها فيما يتعلق بالانفاق الحكومي بالتالي سوف يكون له تأثير أيضا على النشاط التشغيلي وكذلك أيضا على القطاع الخاص ومشاهدة تقوم بتنفيذها الدولة أيضا لجب أن ننظر نظرة قصيرة المادة شفنا بعض التوصيات من باك الدولي وصندوق النقد الدولي لغالبية الحكومات الخليجية بأنه ينبغي الحد من الإصراف وتقليل النفقات الموجودة حاليا عند هذه المستويات السابقة وخفض الدعم أيضا ربما خفض الدعم خفض الدعم حاجس كبير وناس كسر يعلقون عليه بالسلب أنا أرى أنه شيئا إيجابيا لأنه يعتبر في هذه الحالة يحد من الكفاءة العامة للدولة وممكن توظيف الدعم بشكل أفضل لأنه نقدر أن نعمل مشاريع ضخمة تحافظ النمو والنشاطة الاقتصادي وده ينعكس بالإيجاب على من هو مقيم ومن هو مواطن في الدولة بما تشهدوا الدولة منطفرة نتاجة لهذه المشاريع واستخدام عمالة جديدة زيادة معدلات الإنفاق الحكومي إلى غير زي وأيضا الحديث على صدوق النقد الدولي أشار بأنه أيضا لابد من فرض أو سياسات ضريبية جديدة هناك حديث عن فرض الضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون خلال السنوات المقبلة جميع الدول المتقدمة والاقتصادات المتقدمة تعتمد على الضرائب بشكل كبير لدعم وزنتها لأنه ما فيش اقتصاد بيعتمد فقط على موارده الموارد تنبض وشوفنا في حالة النفط الأسعار ترتفع وتنخفض حسب مجرات السوء وحالة الطلب العالمي نحن في حالة ركود عالمي لحد ما ليس ركودا بل طباطق في معدلات النمو وده شاهدنا تدعيات على كثيرا من أسعار المواد الخامة الموجودة حاليا فيجب على الدول الخالجية بأنها تقوم بالنظر إلى السياسة السياسة الضربية حتى لو أنها فرض ضربة مضافة أو فرض ضربة على بعض السلع أو المنتجات التي ليس لها جدوة اقتصادية عم نشوف سيد أنه في بعض المبالغات والتهويل من إجراءات الحكومية خاصة في الشارع القطري في ظل هذه الظروف هناك كل من يضرب رقم على مزاجه فيما يتعلق بقضية خفض الأنفاق وتداعياته وبالتالي هناك من يرسم صورة سوداء حقيقة عم يجري في قطر بدأ قديرك وأنت الخبير الاقتصادي كيف لنا أن نفكك هذا المشهد وبالتالي نضع على حقيقته يجب أن ننظر على مكامل الاقتصاد والمنظر بصورة أوضح الاقتصاد القطري اقتصاد قوي إراداته إرادات قوية مقارنة بالكسافة السكانية ومستوى داخل الفرد ما زال مرتفع مقارنة بدول كسيرة يجب أن نرى صورة بعيدة المدى والصبر حتى نستطيع أن نحكم بصورة حكيمة وموضوعية على ما ستقول إليه الأوضاع بعد هذه الإجراءات التي قمت بها الدولة الفترة الماضية إن شاء الله أشكرك كاب شكرا سيد حسين وأنت المحلو الخبير الاقتصادي على هذه الإضاءة من خلال التعليق على السياسات المالية الاقتصادية لدولة قطر شكرا جزيلا شكرا عزيز المشاهدين ما زلنا معكم في هذه المتابعة من حلقة عين على قطر في قسمها الثانية سوف يكون لنا وخفة تفصيلية مع عدم قضايا أهمها معرض قطر للسيارات في دورته السادس لا تبتعدوا كثيرا ابقوا معنا هذا البرنامج برعاية QNB هذا البرنامج برعاية QNB مرحبا بكم الجديد عزيز المشاهدين تتابع الشركات المدرجة السومها الإفصال عن بيناتها المالية بالمجمل جاءت هذه النتائج في إطار ما هو متوقع لافت فيها التوزيعات التي استمرت على سخائها الدوحة للتأمين وعلى الرغم أنه لديها أرباح غير مكرنة تشتبها أرض في ألوسيل توصي بتوزيع أرباح نغضية بالنسبة 10% بواقع ريال واحد الشركة أشارت بأنه كان هناك تراجع في أقصاد التأمين وتراجع العادة على الاستثمار تقريبا بالنسبة 39% الدوحة للتأمين شركة مساهمة عامة تنشط في مجال التأمين وإعادة التأمين باستثناء التأمين على الحياة تأسست بموجب مرسوم أميري في العام 1999 من القرن الماضي وبدأ التداول على أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية مع انطلاق نشاطها التأميني في العام 1999 برأس مال يقدر بـ 127 مليون ريال ليتضاعف الرقم بفعل التوزيعات العينية المتدرجة إلى 257 مليون ريال بنهاية العام 2013 قبل أن يقفز رأس مال الشركة إلى 500 مليون ريال في نيسان أبريل من العام 2014 بعد إصدار الشركة لـ 24 مليون و 260 ألف سهم جديد وذلك استجابة لتوسعات الشركة ومتطلبات مصرف قطر المركزي والذي استتبعه زيادة كبيرة في الاحتياطي القانوني ناهز 318 مليون ريال ارتفعت الأرباح السنوية لشركة الدوحة للتأمين بنهاية العام 2015 إلى 111 مليون ريال نتيجة بيع أرض في منطقة لوسيل بينما سجل الأداء التشغيلي انخفاضا كبيرا بفعل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية حيث تراجع العائد على الاستثمار بحوالي 39% وكذا إرادات الدوائر الفنية بواقع 7% كما فشلت الشركة في العام 2015 في زيادة حصتها من أقصاط التأمين التي تراجعت بنسبة 7% نتيجة للمنافسة الحادة بين شركات التأمين والتي أدت إلى تراجع أسعار التأمين إلى مستوية متدنية رغم ذلك فقد أوصى مجلس الإدارة إلى عمومية الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية بواقع ريال واحد عن كل سهم في حين بقيت حقوق المساهمين على ما كانت عليه في العام 2014 عند مليار وخمسة وسبعين مليون ريال قطرية بينما تراهن الشركة أن تأخذ حصتها من كعكة التأمين الصحية اعتبارا من النصف الثاني من العام الجارية أيضا هذا الإسواع زال المشاهدين فاجأت القطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي بتوقيع عقد رعاية لفريق باري ميونيك الألماني لم يتم الأفصاع عن قيمة هذا العقد ولا الفترة الزمنية الممتدة عليه ولكن كانت أيضا مناسبة للحديث عن القطر التي نمت فيها حركة المسافرين تقريبا 20% في العام 2015 وكذلك أيضا تحدث رئيس التنفيذ عن توسعات جديدة سوف تشمل أفريقا والولايات المتحدة الأمريكية إن هذه الشراكة تخبر العالم الرياضي بأن مطار حمد بن راشد الدولي بات جاهزا لاستقبال حركة المسافرين لحضور كأس العالم 2022 هذا المطار يقدم نفسه للعالم على أنه مطار من الدرجة الأولى ويقدم أفضل الخدمات كما يعتبر هذا المطار أهم مؤسسة تستضيف كأس العالم 2022 إن كان من لاعبين وزوار ومسافرين وجمهور محبي قرة القدم الذي من المتوقع أن يتوافدوا إلى قطر بأعداد كبيرة بالحديث عن نشاط القطرية كذلك خلال آخر شهر من عام 2015 مختلف الرحلات كانت طويلة الأمد كذلك كان هناك العديد من الافتتاحيات في أمريكا وضعنا في صورة هذه الافتتاحيات والقيمة المضافة التي يقدمها As a matter of fact تعمل قطرية على زيادة عدد رحلاتها السنوية ما بين 10 و15 رحلة لكل سنة وهذا ما أنجزته خلال العام 2015 إذ تم وضع برنامج قوي لزيادة عدد الرحلات خلال 2016 وكنا قد ذكرنا بأننا باشرنا برحلات إلى لوس أنجلوس وقريبا سنبدأ رحلاتنا إلى بوستون وأطلنطا وغيرها من البدن الأخرى كما وقد أعلن بأن القطرية ستباشر رحلاتها الطويلة إلى كل من أوكلاند وسانتياغو وتشيلي وكما تلاحف أن الرقود الاقتصادي العالمي الناجم عن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على نمو القطرية ذكرنا في أكثر من مناسبة أنه في حال لم يشكل انضمامنا إلى هذا التحالف شراكة بيننا وبين عالم واحد ولم نتمكن من أن نلعب دورا بناء في هذا التحالف فليس من الضروري الانضمام إليه مارض قطر الدولي للسيارات في دورته السادسة مشاركة كانت كبيرة في الواقع حضور أيضا كان كبير ولكن أيضا كان مناسب الحديث عن هذا القطاع تقريبا مليون سيارة تجوب شوارع قطر بكافة محافظاتها ومدينها وقراءها تقريبا نتحدث أن هناك حالة من الركود دوعا ما في مبيعات السيارات سواء الجديدة والمستعملة وهذا ما لمسناه حقيقة مكلال استطلاع وتغريب كنا قد أجرينا عن فعالية هذا المعرض في زحمة الحديث عن تداعية تباطئ النمو الاقتصادية وانخفاض القدرة الشرائية يلهث مصنع السيارات ووكلائهم التجاريين وراء عملاء محتملين تحت قبة معرض قطر الدول للسيارات من بوابة تخفيض الأسعار وتبسيط وتسهيل إجراءات التمويل والسخاء في تنويع خدمات ما بعد البيع في سوق دخل مرحلة الانكماش الشرائية وتجول في طرقته نحو مليون سيارة يمكن الإقبال على السيارات الفاخرة والمنتجات الفاخرة بصفة عامة قد يواجه بعض التحديات من 2015 وفي 2016 لكن سياسة بورش كانت دائما ولا تزال طرح كل ما هو جديد والتواصل مع العملاء وهذا سبب وجودنا هنا فعليا أننا نتواصل مع عملائنا وعشاق بورشة وعشاق السيارة الرياضية بصفة عامة بنواصل هاي الشيء في 2016 مع التركيز على خدمات ما بعض البيع كثرة المعروض واتساع خيارات المستعمل تجعل من معظم زوار المعرض متنزهين وملتقط صور مع المعروض من السيارات والعارضات خلفا للجدين الذين يعيبون على المعرض توقيته الذي يأتي بعد نحو أربعة أشهر من إطلاق طرازات العام 2016 وتجوب معظمها شوارع الدوحة منذ نحو ثلاثة أشهر عم نشتغل على السورفس كتير عم نرجع نرجع على التراست طبعا السوق الكطري لأنه هي البراند معروفة جورمان كارز صنع ألمانيا والناس كان عندها لازم نرجع نرجع على التراست اللي كان رايح بكطر نحن بالنسبة إلى 2016 عنا ننزل أشكال جديدة وما تزال أسعار السيارات على اختلاف أنواعها وطرازاتها في قطر هي الأعلى خليجيا وكذا أسعار قطع الغيار وخدمات الصيانة وذلك لأسباب تتعلق بالوكلاء المحليين وتكلفة التشغيل فضلا عن أسعار خدمات التأمين التي ترهق مالك المركبة إلى جانب أسعار الفائدة والمرابحة على تمويل شراء السيارات التي تصل إلى ما نسبته 6% سنويا وبمعرض قطر الدول للسيارات تكون حلقة عين على قطر قد وصلت إلى آخر محطاتها في الأسبوع الوقت ونلتقي إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر